شوف انت كتير محتار بين انك تضل البعض منكم طبعا مش الكل القراءة يعني مش منطبقة على الجميع قراءة عامة فعم بشوفك كتير محتار بين انك تضل وانك تروح بس انا بنصحك انه تروح لانه البلد اللي انت فيها الباين انه ما فيه كتير رزقة فيها التعليم للاطفال ما عم يكون زي ما انت بدك او عم تختار مستقبل افضل لاطفالك فلذلك عم بتفكر بالسفر المهم تفكير بالسفر اول شي عم بتكون كتير محتار بس بالاخير رح تسافر بالاخير فيه سفر سفر قريب مش بعيد يعني ما رح تستنى كتير ما رح تستنى كتير رح يكون فيه سفر حلو ورح تكون فيه رزقة بالبلد الجديد وفيه بداية جديدة واكنك عم بتعيش لأول مرة او عم بتعيش حياة اخرى بشخصية اخرى حبيبي بعد السفر يعني فيه تغيير بالشخصية من بعد السفر خلينا نشوف الاشخاص العزاب يعني القراءة العاطفية بالنسبة للعزاب اذا كنت اعزاب من برج الحوت فيه فيه احتمال كبير لبرج الحوت انهم يبلشوا حياة جديدة ينهوا مرحلة ويبلشوا مرحلة جديدة مستعد كتير لاتخاذ القرارات مع انه الحوت كتير بيدرس المواضيع قبل ما يقرر لكن في هاي الفترة عم خلاص وصل من الملل درجة انه عم بيكون سريع باتخاذ القرارات عم بيكون فيه بالطريق طاقة سلبية او حسد او فيه اشي موقف الموضوع بالاكتر رح يكون حسد يعني مش شغل كبير اللي هي سقق سحر او لا هي بس غيرة وحسد بين بعض الاشخاص فعم يوجهوا طاقة سلبية للك عم بتأخر هاي المواضيع انت عم بتحاول تختفي عن هدول الاشخاص يعني انت كاشفهم وعارف كل شي عندك بصيرة معينة او مكشفت اليك اسرار بتخصهم ورق فيه انتظار خلال الفترة الماضية لحد ما وصلت لمرحلة اللي هي الياس بفترة انك تقابل شخص لكن طيق اللي رح ترفضه ما بنصحك انك ترفضه بنصحك انه تعطيه فرصة لهذا الشخص حتى لو مش مبين عليه الجدية لكن هو انسان من داخله انسان متوازن مبين انه ممكن يكون مائي ممكن يكون ترابي او ناري أسد قوس ممكن يكون إذن هذا كان بالنسبة للعزاب بنشوف للمتزوجين إذن بالنسبة للمتزوجين من برج الحوت كيف الأمور عم تكون يكون في حمل ولا لا اللي عم بيستنوا حمل على الطريق خلينا نشوف فيه ولا لا بالنسبة للعلاقة بين الزوج والزوجة عم تكون حلوة عم يكون فيه تفاهم عم بيكون فيه اللي هو استقرار ما فيه اللي هو سعادة كبيرة أو حزن كبير اللي هي الأمور العادية ما فيه تغيير كتير مبين بالورق شوية أخبار هيك يعني عم بتنغص شوي لكن بتهيالي أنه متعودين أنتوا على هذا الموضوع وأكنه فيه تدخل من الأهل نوعا ما أهلك أنت أو أهله هو في علاقتكم فتعودتوا على هذا الموضوع وأكنه الشريك أو الرجل في العلاقة ما عم أو حتى المرأة ما عم تقدر توقف الأهل عن التدخل في العلاقة لكن هذا لا لا يؤثر أبدا ما عم يؤثر أبدا شايف الأطفال يعني حلوة وضعهم حلو البيت حلو العلاقات عادة يعني جيدة ما فيه انفصال شايف فيه حمل ويمكن يكون حمل بتوقم مش عارفة بس فيه حمل للناس اللي بيستنوا حمل ممكن يكون فيه شهر عم يكون فيه ترميم للعلاقة وتجديد للعلاقة في شهر تموز بالنسبة للمتزوجين خلينا نشوف المرتبطين اللي هما مش متزوجين ولا منفصلين اللي مع بعض كيف ممكن يكونوا فيه شهر تموز أو شونية الشخص المقابل ناحيتنا لبرج الحوت وكأنه الشخص اللي معك مش تمام عم بيحاول يغير من حاله يحسن من حاله عم بيحاول يتطور لحتى يوصل لمرحلتك انت أو لحتى يليء فيك عم بيحس انه انت أفضل منه لذلك بدي يشتغل على حاله لحتى تقبل فيه أو يكون على نفس المستوى أو مستوى متقارب منك وكأنه انت أكتر منه مال أو في ناحية من النواحي أكتر نجاح في العمل عم بتكون متقلق في هاي العلاقة عم بيفكر فيك بشكل جدي لكن شايف حاله هو انه مش مناسبة هاي الفترة بالنسبة له لسه مصر الوقت اللي بيقدر انه يكون بمثابة اللي هو انه يستحقق فاكتر اشي هاي الطاقة مسيطرة على تفكيره عم بيحبك كتير حب كبير والباين انه هو عم بيحبك اكتر ما انت بتحبه اذا لبرج الحوت المرتبطين خلينا نشوف المنفصلين من برج الحوت طبعا مش اشهر من اشهر تاركين مش من اسنين رح نشوف اذا والقراءات ممكن تكون عكسية وما بتنطبق على الكل لانها قراءة عامة مش قراءة خاصة فما تزعلوا اذا ما انطبقت عليكم ممكن تشوفوا حدا تاني يعني بقرأت هارت ممكن تزبط معاك القراءة وتكون الطاقة واصلت له خلينا نشوف للمنفصلين كيف عم بيفكر فينا الحبيب شوف الحبيب مشتاء في شو في شغف في بس ما في توازن في حياته يعني وكأنه خرب التوازن اللي كان عنده بس كيف عم يشعر ناحيتنا مترقب حاضط كل اشي وراه وعم بيراقب يعني ما عم بيركز في اشي معين نتيجة انه مركز فيك انت اكتر من اموره هو بانه يحل اموره انت عم تكون شخصيتك كتير قوية وقت الرجوع اذا هو ناوي على رجوع لكن انت اللي راح تكون بايدك اتخاذ اخر قرار اللي هو قرار انه ارجع او لا نرجع او لا فعم تكون اكتير مش قاسي لا اكتير ادل ادل موضوع عزبك هذا الشخص فيما يعني فيما سبق لكن انت الآن عم بتحاول انك ترد العين بالعين والسن بالسن زي ما بحكوه والبادي اظلم فهو بدأ في الشر في الماضي وكأنك راجع لكن راجع بشروطك راجع في بدك العلاقة تصير جدية اكتر في مستقبل العلاقة ممكن يكون في مستقبل اذا هو اشتغل على حاله او انت ممكن تساعده في انه يشتغل على حاله اكتر اذا للمنفصلين في كتير نسبة رجوع كبيرة بالنسبة لبرج الحوت بهنيهم قراءات كتير حلوة كانت خلينا نشوف اذا في اذا فيه مصيحة ممكن الاوراق تفيدنا فيها لبرج الحوت حبايبي اوهو نصيحة حلوة انا فهمتها واكنه بيحكي لك الورع استعيد شخصيتك القديمة انت تغيرت كتير في السنوات الاخيرة وهاي التغيرات اتسببت في انك شوي رجعت لورا فبيقولك ارجع لأصلك ارجع للمهارات اللي عندك جوة في داخلك لشخصيتك القديمة لطفولتك استعيد هاي المشاعر جدد مشاعرك على قد ما انجرحت بيقولك افتح صفحة جديدة لانه الخير فيه خير فيه اشياء حلوة اه عطري فبيحكي لك ما مات تيأس اه لانه اذا رجعت انت زي ما كنت بالحماسة اللي كانت يعني الطفل بيكون اللي بيحبه بيعمله ما بيفكر انه مثلا عواقب الامور وبعقد الامور لا بنبسط في اي اشي ممكن يعمله اي شي يعني اي لعبة اي كذا بيختارها خلاص بديوا اياها وكتير بينبسط فيها اللي هي فرحة الاطفال فبيقولك انه ارجع لهاي الطاقة نشوف من الورق الثاني اذا فيه نصيحة كمان لبرج الحوت نصيحة من الورق او من الكون ممكن تكون لالك بيقولك ما تخاف العدل موجود قد من ظلامت العدل رح ياخد مجرى هذا الاشي باكتر من ورقة بيّن فيه مستميك شخص حلو يعني فيه بيت وفيه شغلات لكن بيقولك انسى الأمور اللي عم بتكون يعني مش موجودة على أرض الواقع انسى موضوحها اتعامل بالواقع فقط واتخذ القرارات عند يعني بالوقت المناسب ما تتأخر ما تفكر كتير وتهلك حالك في موضوع التفكير والأخذ والعطى كون أسرع باتخاذ القرارات وأنك تلقط الفرصة بسرعة قبل ما ياخدها غيرك كون سريع بالفترة الجاي لأنه برج الحوت من الأبراج اللي نفس الوقت أنه عندها عواطف وكذا لكن بتحسب الأمور بشكل منطقي اللي هو كتير وبتدرس التفاصيل وبتاخد وقت عشان تاخد القرار فبيحكي لك أنه لا هاي الفترة كون متروي في اتخاذ القرارات لحتى تكون قراراتك سليمة واستشير الناس اللي أكبر أو أصحاب الحكمة اللي عم بيكونوا حاكمين أكتر منا إذن وراء يعني حلو كتير للحوت بنسبة بتوصل 90% بجوز أو أكتر فبتمنى لهم شهر كتير حلو أقول لك حبايبي لألكم كون